يمكن القول أن سعر ربطة الخبر سيبقى ثابتا أسبوعين إضافيين موعد نفاذ مخزون وزارة الاقتصاد من القمح الذي يسلم بأسعار مدعومة إلى المطاحن بعدها سيتم شراء القمح بأسعار مرتفعة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا وهذا ما يوجب زيادة الوزارة نسبة دعمها أو رفع سعر الربطة كما يطالب أصحاب الأفران الذين يتحدثون أيضا عن زيادة كبيرة في كلفة الإنتاج نحن طرق كثير مستجدات على الكلفة من سعر المزود الذي ارتفع من الـ 29 ألف الذي كان متفق عليه لـ 32 و 31 و 800 اليوم ويمكن بعض يطلع بعض هلأ ممكن تسألني عن تفئات تفئة نحن منسترجع زيادة الأجور لطرق أخيرا وبعدنا نحن اليوم رفضينا ما عم ندفع زيادة أجور لعمالنا لأنه ما تعدل سعر الغيف لهذا السبب نحن ناطرين الطابع عند معالي وزير الاقتصاد حتى يعالج الموضوع سعر طون الطحين نسلم حاليا للأفران بسعر 520 ألف ليرة للطون ووقع تحدد على أساس أن صفيحة المزود 29 ألف ليرة ومن هنا تباع ربطة الخبز ألف جرام بألف وخمسمائة ليرة تذكر مثل المرة الماضية وقتل ارتفعت تنكة المزود للـ 37 ألف من في سنتين اضطرت الوزارة تنزل من سعر الطحين لحدود نزلت لحدود 350 ألف طون تتحافز على سعر ربطة الخبز هلأ نية هذه سياسة الدولة نحن ما فيها ندخل فيها بدأ سعر يدل مثل ما هو بدأت نزلنا سعر الطحين بعد نحن عم نصرخ وأصحاب المطاحن عم نصرخوا يعني حتى ولو قدم الأمح لسعر مدعوم ما قدرين يستمروا أصحاب المطاحن وأمام هذا الواقع هل هناك من اقتراحات على الطاولة؟ نحن عم نطرح على معالي وزير الاقتصاد أنه ربطة الخبز ترتفع للألفين ليرة ونزيد رغفين بربطة الخبز يعني رغفين حقهم هنه 250 ليرة يعني عمليا بتكون ربطة الخبز زيادة 250 ليرة منه الوزارة ما بتفوت بالدعم منه المطاحن بيخدحون ومنه الأفران بيخدحون اعتبارا من الأسبوع المقبل ستكثف الاجتماعات بين وزير الاقتصاد وأصحاب المطاحن والأفران لتوافق على مخرج ملائم لسعر ربطة الخبز وفي حال فشل المفاوضات فإن الاتجاه سيكون نحو خطوات تصعيدية وصولا إلى أعلان الإضراب نخلع ضيمة ان تيفي